السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سهيلا كناري. كثير منكم اللي سألوني كيفش نتعامل مع الفاش. اذا اليوم جيتكم بهذا الموضوع. اولا الفاش كما على بلكم هو يعني ولفت خلالكم يعني كاريتا كاريتا. اذا اول شي عندنا كما راكم تشاهدوا هادا ديفو ماك. هادا ديفو ماك اللي نستعملوه نديروه في الابيوفت. عندنا هادا بفاغ. قطرات بفاغ نديروها في رقبة تاعمل رقبة الطير. كما راكم تشاهدو. عندنا كذلك القفص تاعد طير كيفش لازم نديرو لازم لازم نضافة كيفش تكون نضافة لازم اذا كانت فيه بزاف الطير اذا كانت فيه بزاف الفاش. نحكموه الطير نبدلوه نبدلوه للقفص. القفص هادا كنا نعزلوه نروحون يعني نغسلوه ونخلوه في الشمس حتى تروح له هديك القمينة. وإلا يعني كان عندكم غير شوية برك نحكموه كي ما راكم تشوفو. ننطفو هادوك للأسلاك لكاين كامل تاعل القفص. نستعمل هاد المبيد هادا للحشرات. شوفوني وشاني ندير. نديرها في هادوك الأسلاك. ما تخافوش هاد المبيد هاد نديروه حتى للطير كي ما راكم تشوفوه. أنا هاد هي طريقتي. من بعد نحكم يعني يومين ولا تلتي يام من بعد نعاود نحكم ونزيد نخصل لهذاك القفص نعاود نخصل كلش. لان هنا شوفوني وش راح ندير هاد هي الخدمة الأساسية. تاع هاد يعني كيفش ن ما راكم تشاهدوه لازم ننقيه مليح. أنا هنا راني وجت بش منطولش عليكم وجت عندي مجثم آخر بش نوريكم كيفش راح ندير. وجت واحد آخر شوفو مليح. أنا وش ندير ندير ثقاب هاكده من كل الجهتين من الجهتين ايدا كما راكم تشاهدوه وعلش هاد الثقاب هادي إذا نشوفو مليح راح ناخد شوية قطن هاكده ونديرو داخل هاد المجثم هاد المجاثيم هادي هي اللي راح تساعدني ما نازمش يعني مجاثيم أخرى لازم حتى يكونو كما راكم تشاهدوه وندير هاد اللي بوشان هادو نعود نغلق المجثم بتاعي زيت من الجهة الاخرى هاكده كما راكم تشاهدو شي بزاف ناخد كمية صغيرة من القطن ونحطوه ايدا وعلاش هاد هاد القطن هادا وقبلكم ايدا العصفور كيكون فوق هاداك المجثم كيبات فوقو لفاش هاداك ليكون فيه ما يقعدش فيه في الليل يحبط هاكده يخرج منه ومن بعد وين يروح يمشي في هاداك المجثم هاداك ويدخل في هاداك ثقاب هاداك ويحصل في هاداك لقطن هاكده من بعد ليكده شفتو الطير تحكم فيه بزاف لفاش يعني لغد من ذاك تعاودو العملية تنطفوه تعاودو العملية ايدا ما كانش فيه بزاف كيما انا هادي المقنينة هادي دخلتها جديدة لازم معلي ندير هادا العملية هادي نخافت اني كنت تكون فيها القميلة ولا ندخل دخلها للفاش ريالي يعني حتى ماشي غير الفاش حتى ويدا كان يعني مرض لازم عليها ان نبعدها اذا كان مرض ولا لازم نعصفور تجيبوه جديد لازم تعزلوه مدة ربعين يوم باش تدخلوه مع العصافير تحكم يعني هاكده تخدو كل الامراض المعدية وكذلك الفاش نهنا شوفو راح نزيد ندير للمجزم الثاني حاودو شوفو مليح كيفاش راح ن يعني نخدم شوفو قطلكم كيقاب من الجهتين عفون ندير القطن ندير القطن اذا هاكده شوية وصدقوني العملية هادينا عندي يعني عوام وعوام وانا نخدم بها هادي هي الطريقة السهلة لساعدتني كما لكم تشاهدوا يعني اذا كان تطير فيه القميلة او الفاش راح يبان بهات الطريقة هادي يبان مشي حتى تشوفو يعني ينقي في روحه ولا يلعصفور كامل تنقي روحه ولكن بهات الطريقة هادي حتى وان كان فيه غير شوية راح يبان هاكده اذا كما راكم تشاهدوا نرجع المجسم في مكانه ما راكم تشاهدوا وكذلك يعني ما لازمش تنساو القفص لازم يتنقى لازم نقاطع القفص لانا يعني ده ما نقيتش القفص تاعك اخي المربي او اختي المربيه راح يكون يعني القميلة هاديك راح تزيد كما راكم تشاهدوا هنيا لك هنانا راح ندير هاد العازل لخطر هادي القفص هادا راهو كبير باش نقدر نحكم العصفورة هادي هاد المقنينة هادي نحكمها باش تشوفو يعني وش راح ندير لها كيفاش المكان اللي راح ندير فيه هادا كليفير مكتين اذا شوفو مليح العملية هي سهلة هين بصرف مبتدئين ما يعرفوش كيفاش يشدوا الطير ديالهم شوفو مليح المكان شوفو كيفاش نحكم يعني ما تحتاجوش واحد دعاونكم ولا واحدكم تقدروا تديروها شوفو اذا المكان اللي راح ندير فيه النقطة هادا كتاع ليفير مكتين انا هنا منيش راح ناخد ليفير مكتين يعني هادي كتاع القطرة نحكم هاك دا كو تنتيش ونمسح المكان هادا يكفيني لانا المقنينة هادينا شوفت اللي بلي ما فيهاش بزاف ما فيهاش تقريبا ما فيهاش بزاف لقمينة وخاصة كيرانا فوق التزاوج ما نحبش انا كيف فوق التزاوج ندير لهم ليفير مكتين هاك دا شوفو مليح هادي تكفيني وخاصة اني درت لها هاداك المبيد هاداك المبيد نديروه يعني انا فيتغينا هو اللي يقلي عليه والرالي عندو في المحل تاو عندو طيور قال لي انا مايصالهم ولو انا صح معلولو ماكنش ندير بعد كي قلي عليه ولكن هاد الامارك هاداك المبيد هي اللي لازم تجيبوها هي اللي لازم تخدمو بها مرح تدير مرحش تدير طير تاحكم دا نعود لكم شوفو مليح هذا هو المكان اللي لازم نحطو فيه هاداك نعود لكم نعود لكم النظافة ثم النظافة ثم النظافة كي تديرو هاد يعني هاد الطريقة هادي كاملة وش راح تديرو حتى يعني اللي مونجواغ يعني العولة بدك نحطو فيها المكلة حتى هي لازم تسنقها يعني حاجة اللي تكون في القفص معلقة تعطير لابد من يعني تغسلوها منيح بالمطاهر وتحطوها تعودو ترجعوها مقيام انا هنا شوفو ش راح ندير هنا هندي هادي الحلبة الحلبة هادي كيفش راح نديرها نستعملها هي نستعمل يعني حبيبات برك في الماء كي ما راكم تشاهدو هاد الحبيبات هادونا راح يكفوني ما تديروش بزاف ستة خمس ستة حبات يكفو في المصمي شرابية كي ما راكم تشاهدو واحد للفان الفان اتخان تحبت الكارنة مينيليتر تديرو فيها هادو الحبيبات تعال الحلبة هاديك وتخلوها تفلق شوية من بعد تمدوها للطير بتاحكم وعلاش لان كي عرق كي عرق العصفور راح يتلق هاديك الرائحات على الحلبة اللولا الحلبة مليحة يعني تفتح لهم الشهية ياكلوا يعني ما فيها شغل على الفاش برك تفتح لهم الشهية ياكلوا والتانيا قلت لكم كي عرق الطير هادك الفاش اللي يكون فيه تخرج من الجسم ديالو هاكدا تمدوها لو حوالي سبع ايام متتالية هاكدا عندنا كذلك هادا ليفوماك وشنهو ليفوماك هادا قرب لكم الصورة باش شوفوا مليح هادا ليفوماك هما قطارات ينحطوا في الماء يداوي لكم يعني القمينة او الفاش واللي عندو مرض المنقار او الرجلين هاكدا نحن هادا كيفش نستعملوه نديرو ستقطارات في خمسين مليلتر من الماء مدة 24 ساعة ومن بعد نحوهولو ونخلوه هاكدا نمدولوه ما معدني يعني عادي هاكدا ومن بعد نعاودو نكرو نكرو العملية هادي نعاودو نمدولو مدة مرة أخرى وكيف كيف يعني نديرو ستقطارات في خمسين مليلتر هاكدا 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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته